السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوان كديرين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله ونتمنى نهاية أسبوع مؤفقة الجميع إن شاء الله بدوان الصحة والعافية الموضوع اليوم الإخوان إن شاء الله هو الطريقة كيف تتعرف على النيازك بطريقة سهلة في عسرة دقائق تقريبا سوف تتعرف على النيازك بطريقة سليسة وأبسط الطرق إن شاء الله وإشنا هما المعالم اللي كيكونوا في النيازك باش أنت في البحث ديلك ممكن غتتعرف عليهم بغين لكم تقوم معنا في هذا الفيديو المهم جزء مرحبا بالإخوان كنشكر جميع الناس اللي كتدعمنا مقارب ومبعيد بغينا واحد العدد دي الناس اللي كتشوف هذه الفيديوهات واللي كي ماشي بابوني معنا بغينا هوم يتابونوا معنا يعني بشي ولي المحتوى دينا إن شاء الله يتشاف والإخوان دينا اللي كيشوفونا يعني أولا كيشاهدونا عبر القناة الأحزار الكريمة كنشكرهم جزيل الشكر وبغينا الدعم دي الإخوان يعني اللي لايك باش الفيديو كيزيد يطلع ويطلع ويطلع يعني باش يتشاف والمعلومة تهم وتفيد الجميع إن شاء الله بإذن الله بالنسبة للنيازك الإخوان واحد عدد دي الناس عندهم نيازك أولا عندهم أحزار أرضي عفوا كيسحب لهم بأنهم كيمتلكون نيازك هنا الإخوان كينا أحزار أرضية وإن شاء الله هم تطرقوا لهذا الموضوع مهم الفيديو غايكون شوية طويل ولكن تعليمي يعني بمئة بالمئة إن شاء الله الطرق أو الأسس كيف هتتعلم على التعرف على النيازك بطريقة سلسة في البداية الإخوان كتكون نيازك أغلبة النيازك الإخوان كتكون عندها قشرة وكينة النيازك ليس عندها القشرة كما تلاحظوا معنا هذا نيازك الإخوان نحاول أن نعطيها ونسلطوا عليه في البداية الإخوان بشيبان النيازك الإخوان بالنظر الأولى أرى كتبلك بأنها نيازك أو لا كما تشوفها هي اللون سبحان الله أو الشكل كيف يأتي بطريقة سبحان الله يعني غريبة ولكن عندما ترى النيازك أول مرة لا تفرق عليه هذا النيازك الإخوان يفرق بين حجار الصماء هذا حجار صم أنتما الإخوان وكينة يلتسق به المغناطيس بشكل درجة سهلة كما نقول لنا أنتما إخوان ماذا؟ ماذا؟ أنتما؟ شوف نحاول أن نقرب يعني يشم هذا المغناطيس هذا لا علاقة بالنيازك شوفوا الشكل أو هذه الشوائب أو أو الإبهامات هذه هذا هذا حجار صم ماذا؟ وفي هذا الحفار يعني تدل بأنه ولو كان يشوفه الإنسان المبتدئ سيقول بأن هذا نيازك لا هذا صم كذلك مثل هذه الحجرة هذا صم وكينة أحجار نيازك تجيب هذه الألوان هذه هذا الموضوع هذا الصم أحجار نيازك أول حاجة تكون عندها قشرة القشرة الخارجية القشرة الخارجية تأتي هنا في هذا القند كما ترونه في هذا المكان هذا تكون حرف صغير يأتي على جانب هذا الحجر في هذا الشكل هنا هنا يوجد العوامل ممكن تصدف نيازك ممكن تصدف حجر أرضي وهو يحتوي على هذا المعالم هذا لماذا؟ كينة أحجر أرضية تحتوي على قشرة واحدة العدد الرواسب أو المعادن أعلم يمكن أن نعطروا هذا النيازك الأرضي كيف يقع؟ نرى قشرة قسم الحجرة ونرى المعالم الداخلية لهذا الحجر شكرا ماذا؟ هنا يمكن أن يلتسق بها المغناطيس نعطيكم مثال هنا يمكن أن يلتسق بها المغناطيس طراجة عالية حال هذا الشكل يلتسق المغناطيس ولكن يمكن أن نقوم بها نافذة هنا سنقرب لكي نرى هذا المعالم الداخلي أو نقرب لهذا الحجر ونقرب لهذا المغناطيس لا يمكن هنا معلومات لكي يعرفوها أو الناس المتتبعين للقناة الأحزار الكريمة يجب أن يتعرفوا على هذا المعالم لكي تكون حالة الشكل هذا نيزق كما تلاحظوا معنا لكي يتم الاتصاق لهذا الحجر هنا أحزار نيزق لكي تلتسق بها المغناطيس هذه المعالم نيزق طريقة ثانية للمعرفة هضرنا على هذه القشرة وهضرنا على القشرة التي تكون في أحزار أرضية ستكون بينها الأحزار الأرضية والأحزار النيازية تكون تقريبا بينها الموضوع الثاني هو ماذا هذا يكتب أو لا وهذا أحد العدد التساؤلات للإخوان تقول لي ماذا يكتب أو لا النيازة لا يكتب لا يجب أن يكتب إذا يكتب يجب أن يكتب لنا درجة ترقيق جدا نحاول نزيد الصورة ونعطي واحد يعني الزماج هذا هذا السيراميكا كما تلاحظوا سيذهب إلى هذا المكان الذي لا يوجد فيه ولا نحاول نضغط على الحجرة نرى ما تكتب هنا 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 لا يجب أن يكتب يطلق لي شكل قلم الرصص الرقيق لدرجة التي لا ترى بالعين يجب أن تقرب لك هنا يجب أن تزير على الحجرة يجب أن تزير الحجرة لدرجة كبيرة سوف نزيد هذه القطعة كما تتبلكم تحتوي على بعض الكريستالات أو الزجاج عندما أخوان هنا هنا للمعان زجاجي هنا لا يوجد تصنيف هذه الزجاج كريستالات زجاج أو ألماسات مجهارية كما تسمى بحكم المحتويات والإحتواءات لذلك المحتويات تحتوي على الزجاج والإلماس كما تسمى الميكروسكوبية أو الألماس لدرجة رقيقة ورفيعة وليس لا يمكنك أن ترى بالعين المجردة إلا في بعض الحالات تكون حجرة كبيرة تحتوي على الألماس وفي أحجار نياز يتم العطور عليها ولكن لا تحتوي داخل لديها ألماس ولكن هذه الألماسات لا يتبعون يعني هنا كما سبقنا وذكرنا بحال السيم تحتوي بعض الألماسات أو الزجاج ولكن من السقوط لذلك الحجرة هنا تولي هذه الحجرة لا تحتوي لديها لذلك الألماس لماذا؟ لذلك سنطرق لها في مواضيع أخرى شاهدوا هذا هذا أعطنا لون بني هذا لا نصنفه بأنه هنا يزق ولكن سنجعله لكي تجارب هنا 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 سيراميك لا تكتب هنا لا تكتب لا تقلب الحجرة وكتحاول تخدش الحجرة بحال هذا الشكل لكي نرى الألوان التي تعطينا الأسود الأصفر الرافع أو الرمادي هذا هو الموضوع اليوم سنجعل الحلقة الثانية بإذن الله كيف سيتم المعرفة هذه النيزاق نريد أن تكونوا معنا لكي تتبعوا فيديو آخر إن شاء الله معكم أخوكم كمال تحياتي من كل قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة